السلام عليكم ورحمة الله معكم الخبير العطري في فيديو مقتدب جديد اليوم نتحدث عن عطر انسونس السدغاء من دار جون مالوني لندن صدر هذا العطر في 2015 وهو من مجموعة كولون انتنس ومن توقيع الأنف المعروفة مغي سالماني هذا العطر رائع جدا وقد أصدره كاحتفاء بدولة عمان هو من العائلة الشرقية الخشبية يحتوي على نوطات هي كالتالي اللبان الجاوي الليمون العدان اللابدانوم والأليمي والفلفل فالعطر الذي نتحدث عنه كما قلنا شرقي خشبي بنوطات راتنجية وحمضيات سدغاء للإخوة سدغاء لا يعني سدغ كما يعتقد البعض أو الأرز وإنما سدغاء هي الأترجة ذلك النوع من الحمضيات التي تتميز برائحتها الزكية ومداقها الحلو كما وردت في الحديث النبوي فهي مستخدمة هنا وهي ما استطلح عليه بالليمون لكن هي الأترجة يبدأ العطر فواحا بانفجار راتنجي لللبان مع ظهور خفيف لنعلمبر ثم بعد ذلك يظهر الليمون ساطعا ممزوجا بالراتنجات والأخشاب والفلفل لتنتهي رحلة العطرية على قاعدة راتنجية خشبية بظهور خفيف لنجيل الهند أو الفيتيفر رغم أنه غير مذكور كنوطة من نوطات هذا العطر هذا العطر رائع خارج عن المألوف أعتقد أنه في نظري راق لمن يبحثون عن نقائي المكونات وجودتها وكما أنه يدوم على خلاف عطور جومالون هذه المجموعة التي تتميز بالزجاجة الدكنة والتي كما قلنا من مجموعة كولون انتنس تتميز بأنها تدوم مدة أطول كما أنه كباقي عطور جومالون الصالح لأن يدمج مع عطور أخرى من نفس الدار هذا هو كل ما قلته أو يمكنني أن أبوح به اليوم وفي لقاء جديد استودعكم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله